اشتركوا في القناة المواجهة دي مواجهة اكيد صعبة بس في حاجات المفروض تطميننا ايه اللي يطميننا بكرة ايه اللي يخلينا وحنا داخلين المباراة نبقى لا قسابتين شوية ما نبقاش متوترين ما نبقاش خايفين احنا عندنا ايه يخلينا بكرة في مواجهة زي دات نبقى واقفين على رجلين بص كريم يعني اللي طميننا ان ده الماتش التالت في اقل من شهر ونص او شهرين منذ انطلاق نائب طورة امم فروكيا لعبنا 120 دقيقة قدامهم الحمد لله يعني خسرنا بضربات الجزاء ما عرفوش بعد 120 دقيقة ما يجيبوش بنا جوان الماتش اللي فات كسبنا واحد صفر عملنا منظومة دفاعية او تاكتك دفاعي هو الراجل شغال عليه بقى له فترة كتيرة من ساعة مجيه حتى مع الفرق اللي كانت اقل من السنغال لا باذن الله يعني انا متفائل الفترة اللي جاء يعني بكرة ان شاء الله باذن الله لا فيش فترة جاية انت بتقول كلها ساعات يعني ولماتش يبدأ الراجل بتاعهم كمان ابتدى يتوتر ابتدى يتوتر ابتدى يخرج برا الجيم ابتدى يطالب الجماهير دايما انهم يشجعوا يعني فيه حاجات كده هو بتخليك تطمنك النهاردة عرفت ان لعيبة كلها في التمرين ما شاء الله يعني منتهى التركيز منتهى القلفة مع بعض محمد صلاح النهاردة قعد مع لعيبة كلها بس مش علام منها دي خالص موضوع تركيز اللعيبة وانه يلعب بقرب الجولة وكل واحد يدي اكسرا المستوى بتاعه انا دي مش علام منها خالص التحرك السريع ايضا من ميستر كروش انه هو اول ما تلاتة من اهم التلاتة اللي متوجدين في القلب الدفاع حجازي والوينش وعب ميناء وعب ميناء مش موجدين اتحرك بسرعة وجاب رامي وجاب علي جبر ويعني لا يعني هو محضر مش معادش فكر كتير في ساعات يا امير كان متحرك وجاب اللعيبة اللي عندها خبرات في المنتخب والليعبة قبل كده كاسعالم ولعبة قبل كده في افريقيا فان شاء الله باذن الله انا متفائل اصرار عزيمة تركيز تنظيم جهة الملعب جيد نعتمد دايما ان شاء الله باذن الله كل ما الوقتي هيعدي بكرة كل ما هم هيتعصبوا كل ما هم هيفقلوا تركيزهم فممكن في الوقت ده يبقى في مسحات واسعة يقدر الناس اللي عندها سرعات زي مرموش زي صلاح زي تريسجيه تقدر تتشتغل فيه ان شاء الله طيب كابتن عميل انا هسعي المدرب دلوقتي سيناريو انك تسجل سيناريو ان يخش فيك هدف سيناريو انك تحافظ على التعادل كل دي السيناريوات بتبقى انت حاطيتها واكيد كله سكوشها ويتقسم المباراة برضو نفس القصة وتقسيم المباراة بالضبط نتعامل احنا بقى مع المباراة دي ازاي بكل السيناريوات اولا يا كريم انت لو قابل المباراة انت مفروض عندك فرصة اكتر منهم اللي انت كسبان هنا واحد صفر صح فالطبيعي اللي ان ينزل مجدود فرقة السنغال اللي هي محتاجة تتعادل وبعد يفكروا في التعادل وبعد يفكروا في التعادل يفكروا ازاي يكسبوا المباراة صح فالحتة اللي دي لازم تستغلها تستغلها لانت لازم تبقى في الملعب اول حاجة لازم يبقى فيه هدوء ولازم بكرة انت عارف ان انت بتلعب في دولة افريقية اكيد الحرارة هتبقى غير ما بتلعب هنا في مصر فلازم بكرة اللي عيبة تحط في دمخها اللي الكرة هي اللي تشتغل مش اللي انا اشتغل لا الكرة هي اللي تشتغل ليه تبتلعب مع فيه رتوبة وفيه درجة حرارة عالية فمحتاج اللي الكرة تبقى في الرجل ازاي ما يقولوا من رجل للرجل هتبدأ تلعب كرة طويلة الموضوع يبقى صعب عليك جدا خاصة ان اللي هم عندهم اطول وانت بتديهم فرصة اللي هم يجو لك بالكرة اول نقطة تاني نقطة انا لسه كنت بتكلم مع كبسدي برة مهم جدا الشوت الاولاني اللي انت تحافز على مرماك من استقبل شيء اهداف وكل ما الوقت زاد كل ما يستنغال هيبدأوا يبقى فيه دفاع هيبقى فيه مساحات فلازم اهم حاجة بكرة في التسعين ديئة احنا اسعاد يقول لك ايه اما بتلعب قدام شمال افريقيا يقول لك اول ربع ساعة مهم جدا انا بقول لك بكرة اول خمسة واربعين ديئة لو طلعت ان شاء الله متقدم او متعدل صفر صفر فانا شايف ديه هتديك فرصة اللي الشوت التاني هيبقى عندك زي ما كبسدي قال هيبقى تلاقي فين دفاع هتلاقي نص الملعب بدأ يطلع بتاعهم تخط دفاعاتك على نص الملعب فهتلاقي عندهم صغارات وهتلاقي عندهم مساعات اللي انت ممكن تستغل المساعات دي مهم جدا بكرة يعني انا برضو عايز سريعا كده لو انت بتتكلم على فرقة السنغال هم محور اداءهم كله من دي رقم 6 صح وده زي ما بقولك ده اللي بيلعبهم كورة وده اللي بيطلب الكورة على طول انا في اعتقادي بعد المباراة الاولينية هو كل شغلهم بيبقى من اللي هم تجميع اللعب ويحط الكورة عشان ساده مانيه يشتغل فردي على الراجل باكرايت يا اما الراجل اسماعيل اصار وده العيب مهم جدا اللي هو يشتغل اللي بيميز اسماعيل اصار عند مانيه الراجل ده متنوع الراجل ده ممكن بيطلع لك برا يخش لك جوة يعني ماشي اللي هو محفوظ فمهم جدا بكرا اللي انت لو بتدافع طبعا انا شايف اللي انت ما نفعش تنزل بكرا اول ربع ساعة تبقى ضغط على اليوم لأ انا ممكن نلعب بكرا زون من 3 اربع الملعب خليهم ينقلوا كورة وبعد 3 اربع ابدأ اضغط في نصف الملعب كيروش معروف عنه اللي هو بيلعب 3 في نصف الملعب ومهم جدا بكرا التلاتة يتديق المساحات انا زي ما قلتلك اللي اتنين دول اما بياخدوا الكورة اما بيشتغلوا الجوة مهم اول لو تفتكر مطش كوديفوار كما على اسماعيل اصهار اسماعيل اصهار وساديو ماني مهم جدا لو تفتكر مطش كوديفوار في الامم الافريقية احنا نجحنا وكل الناس طلعت النني وحمدي فاتحي والسولاية والسولاية نجوم المباراة اللي هما كان لهم دور مهم جدا في النقطة دي اللي هي اللي هو الراجل ده لو بيتحرك لجوة مش هينفع الباكرايد بتاعك يبدأ يخش معها لجوة اللي انت حتفضي للباكليفت فمهم جدا الباكرايد بيفضل هنا والراجل الديفندر النني او السولاية لناحياته الكورة هو اللي بيقابل اللي ايه اللي جاي بالكورة لجوة دي مهم جدا اللي انت المساحة اللي بين السرد باك والباك اللي لازم بيغطيها اللي بيغطيها الراجل الديفندر اللي هو التالت في النص الملعب فدي لازم حتديك بكرا اللي انت اولا حتدق المساحات عليهم هتعمل لك كسافة في نص الملعب كبيرة جدا اللي من خلاله تقدر يبقى فيه الى حد ما توازن في خط نص الملعب مهم جدا بكرا اللي ماينفعش انزال مباراة الاوانية اللي الكورة تبقى على طول على وراء او على الجناب وخلي بالك احنا سجلنا الهدف من تمريرة اتلاعبة صح من تحرق محمد صلاح في المساحة اتحطط له يعني تشب خفيفة كده الراجل قطع ورح وهم عندهم مشاكل في الحتة دي انت كلوا بالي او لعيب كبير وبلعب في نابلي وسيسي اللي هو هيلعب بكرا بلعب في لومباكوس الناس دي عندها اطوار بس عندهم مشكلة في المورونة والرشاقة واي لعيب طويل حتى انا ما كنت بالعب اي لعيب فوق الـ 190 سنتي خط الدفاع هتلاقي عنده حتة الترنت بعافية شوية زي ما بيقوله طبعا فمهم جدا النقط اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي ان شاء الله بكرا نشوفها الحاجة التانية الكور السابتة المطش الاولاني انت لغرفت انا عملنا 35 فاول الشوط الاولاني دي نقطة مهمة جدا وخلي بالك انت هتلعب بكرا هناك مع احترامي بقى انت هنا يعني هناك انت عارف في افريقيا ممكن واحد يروح هتقول لي فار مش فار مش لازم انا يعني ايه احطت فيه فار انت لعب المطش ده كأنه ما فيش فار صح فخلي بالك الكور السابتة هم عندهم اطوال وانت ما عندكش اطوال بالشكل الطبيعي فهتلاقي بكرا كود لما تعمل فاولات كل ما الدنيا هتبقى خطر فلازم نقلل الفاولات منها على الجنب زي زي يعني عملها زي المطش ايه الحاجة التانية السوابت اللي لينا هم عندهم مشكلة فيها ايوا وده ظاهر في كورة الوينش اللي هي جات في كتفه ومصطفى كس الامم الافريقية الوينش جاله اتنين على البعيدة تلعبته على البعيدة لو كان فيه تركيز كان ممكن يحرز اهدف طيب ده عظم جدا الجملة الشهيرة انه هو احنا نعرف ندافع كويس يا كابتن محمد ونعرف نشتغل كويس دفاعين نخرج بكرة ازاي بص يعني قبل من اتكلم على الدفاع احنا بندافع كويس او بندافع وحش احنا مميزين جدا جدا في الدفاع الجماعي لان انت عارف فيه فرق بين الدفاع الجماعي ودفاع فردي يعني كان عندنا مشكلة ممكن امير قالها دلوقتي الواحد ضد واحد والواحد ضد اتنين منيه عدى كتير جدا من ناحة خاصة في الشوت تاني اسماعيل اصار عدى كتير من فتوحه ومنها اتحرمنا من كرة من الوينش خد نظار تاني من في موكف برضو واحد ضد واحد فاحنا عندنا مشاكل كتير جدا في الواحد ضد واحد لكن على المستوى الدفاع الجماعي احنا يعني بنسبة 75-80% بنتعامل كويس زي ما امير قال لازم نقلل الفاولات اللي حاولين الثامنطاشر الجانبية لانهم مميزين جدا في الكرات العالية ولهذا يعني الراجل جاب علي جابري عشان طويل وموجود محمود علاء ياسر ابراهيم ما شاء الله لما نزل برضو ومحسناش بفرق كبير لما كان عبد مينام موجود نخرج بكرة ازاي ها دي المشكلة بقى كريم يعني احنا يعني لو جبنا الجن اللي جبنا هنلاقي ان فيه تواجد من عمر الصلاية هتلاقي تواجد من نيني على الثامنطاشر كان فيه تحول هجومي لازم يبقى فيه مساندة طالما بصة كريم انا في الاول وفي الاخر انا ملعبش 11 شبح او 11 لعيب كرة واعنا 11 لعيب كرة او 10 او 10 وانا متواجد فيه يعني وانا متواجد معاك كرة لازم يبقى فيه بعد الاستحواز لازم يبقى فيه حركة من صلاح من تريزيجي من مصطفى لعشان انا اعمل حلول لعيبة نص الملعب خاصة النيني وعام رسولية لان هم عندهم حرية ان هم يزيدوا من ناحة اليمين او من ناحة الشمال يمكن حمد فتحي وليل جدا ان هو بيزيد ولكن انا اتمنى اتمنى من النيني لما نوصل للمرحلة نص الملعب يمكن احنا بنعمل بلد أب من تحت كويس بنعمل بناء كويس بن كرة حتى الشناوي لما بيمس الكرة بقى فيه سيقة كل ده مفيش مشكلة حتى الضغط الجماهيري برضه هم لعبة كبار عمر لاعب كسعالم مرتين ولاعب قدام بارم يونيخ وقدام فرق كتير جدا فمعتقدش ان هو هيبقى عنده مشكلة ان هو يقعد يلعب لغرا كتير فاتمنى اتمنى ان شاء الله بيزيدنا لما يحصل تحول في التلت اللي هو بتاع نص الملعب يبقى دايما التمرير للجزء الامامي ده اللي هيعمل فرق كبير جدا خاصة لما يهجمونا هيبقى فيه مساحات وخاصة ان صلاح ما بيشتغلش دلوقتي طولي ده بيشتغل بشكل قطري كويس بيشتغل طولي بيخلي الظاهر الايصر اللي عنده مش عارف هو يتحرك ازاي ومنها الجنة اللي جي لو شفنا صلاح متحرك قطري مش مش حرك طولي اتمنى ان شاء الله ان السلية والنني وحمدي الخط الامامي اللي فيه مصطفى وتلزيجي ومحمد صلاح طيب عظم جدا نفس السؤال يا كابتنا وعايز حركة تشرحولي كمان على البورد فكرة الخروج بالكرة دايما احنا لما نيجي نلمس الكرة فيه واحد دايما بيضغط علينا يعني فيه واحد من السغل بيضغطها كلها في المعنى بضغطة ان الشناول لو خد الكرة وحاب يعملها طولي وعايز يواجهها لحد هيلاقي حد بيدخل ودفكة الكرة بسرعة هيفاجد فوضان الكرة بسرعة هو اللي بيرهكك شوية في المباراة ان انت بتتحرك الكرة نتحرك ازاي نلعب الكرة ازاي نوجد الحلول ازاي نوجد الحلول بص انا وانت بتسأل انا زبطت حاجة كده معينة انت النهاردة كريم انت زي ما انت بتقول انت عندك مشكلة في طبق الكرة اللي انت اما بتلعب باتنين سرد بكات بيتضغط عليهم فبتضطر تلعب كرة طويلة معلش انا هقاطعك سيد انت كمان اللي اتنين المدفعين اللي عندك بكرة مش شطرين اوي في الخروج بالكرة يمكن محمد عبد الرام كان بيعملها شوية حجازي كان بيعملها شوية بس الاتنين اللي عندك بكرة مهما كان اسمعهم مش من الناس الشطر انا معاك في دي بس انا شايفة كريم انت بكرة الراجل معروف في الوجه العب 4-3-3 صح 4-3-3 محتاج اللي انا النهاردة لو نفرد الشنوي معاك كرة محتاج انا بكرة اللي الباكين بتوعنا لازم يزقه على نص الملحب حلو تمام انا شايف اللي الراجل هيعمل كده بكرة وانت توقعي اللي هو حيلعب بليبرو مش بليبرو لبرو حيلعب اللي مثلا لو سيقولنا حمدي فتحي زي ما بيقديها في النادي الاهلي هيبقى متأخر شوية في حالة بناء الهجمة او في حالة الكرة مع فرقة السنغال فاحنا لو قلنا هنا الباكين فتوح مثلا وعمر جابل اللي هو فتحه هنا انا عندي الباكين سرد باكين مثلا لو سيقولنا محمود علاء مثلا وقلنا ليسر ابراهيم ولو حمدي فتحي نزل انت النهاردة لو لعبت بدأت كده الراجل بيستلم عندك اللي ده ممكن تلعب مع الراجل ده ممكن تلعب مع الراجل ده في نفس الوقت ده هيتضغط عليك عندك فرصة اللي انت تلعب كرة من الشناوي يلعب على الباكين هنا فمن خلاله اللي انت تقدر هتوجد مساحة لأي لعيب يستلم الكرة بس الاهم من الكلام ده كله اللي لازم وانا بتحرك لازم وانا بتسلم الكرة لازم بيبقى في حركة من اللعيبة يعني ماينفعش النهاردة راجل معاك كرة ودول ناس دي وقفة مسلمة نفسها طب انا هتضغط عليها هتضغط عليها هتضغط عليها هلعب طويل بالظبط فانت بكرة انا شايف او الكرة معاك لازم يبقى حمدي فتحي او النني او سير اقربوا على الشناوي لا اقربوا على الشناوي هتلعب معاك هتضغط عليك هتلاقي مساحة للسرد بكات تضغط عليك هتقدر تحط الكرة على الجناب خلي بالك طول ما الباكين بيبقى مع الخط صدقني الباك لفت نفسه بتاع الفرقة التانية لا هيبقى عارف هيروح يمسك الهوف ولا هيروح يمسك الباك فانت عندك حلول كتير جدا بس الاهم الكلام ممكن نتكلم من هنا تصبح هي قدرات وفي نفس الوقت اللعبة لازم تتحرك بس في نقطة مهم انا عايز برضو اتكلم فيها اللي انت النهاردة التلاتة اللي هم في نص الملحب انا لازم النهاردة برضو التلاتة انا في وجهة نظري شبه بعض او التلاتة النهاردة ما عندكش اللعيب اللي ممكن عمر الصلاية بنستثنى عمر الصلاية شوية انا لازم برضو يبقى عندي تفكير بسرعة كريم وانا بالعب الكورة يعني النهاردة ابقى محضر للكورة خاصة انا بمعايا واحد زي محمد صلاح سريع عنه سرعات وتيريز جي جي او عمر مرموش ممكن اجمع لعب ولازم احط في المساحة للناس لكن المطش اللي فات لو تفتكر كل كورة قردنا بطيئ قردنا بطيئ وبناخد الكورة نقعد نرجع لورا يروح الشناو مدغوط عليه بكلمة يجمع لعب دي ممكن نشرحها للناس جمع لعب مثلا اتنين تلاتة هيجو جمعوا لعب مع بعض كده وصراحة يكون بيتحرك سيء بالزبط كده يعني سيء انت النهاردة لو بتتكلم النهاردة عندك سير دباك وعندك الباكلفت وعندك الراجل الهاف ديفندر اللي هو التالت اما بتجمع لعب هنا ممكن اجمع واغير الملعب الناحية التانية ونفس الوقت ونفس الشكل برضو هنا لو جمعت ناحية الليمين بس تجمع تلعب دي معناها ان انت بتلم كمان لعبة المهاجمين والمدافعين بتخليهم يتقدمو لك بالزبط التجمع دي بتوجد بسيحات وراء وخلي بالك لو انا عندي حد بيغير ملعب كويس بسرعة خلي بالك هيبقى فيه اكيد الراجل ده هيستلم هيبقى الواحد والفضاء عبالما لباك يبدأ يروح الراجل هيقدر يستلم ويشتغل ويبدأ ويبدأ يقولك بالزبط المهم من كل ده كريم انت بكرة لو بتلعب اربعة تلاتة تلاتة احنا محتاجين اللي محمد صلاح وهنا تريزي جي اللي لازم وانت بتدافع لازم يبدأو يضموا جوه الملعب يضموا جوه الملعب مع الراجل ده انت خلاص عملت كده كسافة في نص الملعب فمش هتدي مساحة لكن انت لو فضلت فاتح على طول التسعين دي افاتح هيوقع هتلاقي فيه مساحات في نص الملعب انت محتاج بكرة كسافة كسافة دي تيجي زي ما قولتلك اللي مصطفى محمد لو قلنا مصطفى محمد تريزي جي وهنا مثلا محمد صلاح مهم جدا وانت الكرة مش معاك انت تبدأ ترجع ويبدأ الناس دي تدوم وكل واحد وقريلي شغال كده بزط ده مهم جدا اللي انت النهاردة خليه منقله كرة بس عشان تختارك الملعب من هنا او من قلب الملعب هيبقى الموضوع صعب جدا على منتخب السنغال عظيم جدا مصطفى محمد كان ليه دايما ادوار دفاعية كبيرة جدا سواء في المطش اللي فات او مباراة كأس القام الافريقية شايفت مصطفى محمد له دور في هذه المواجهة ان المهم يبدأ المصطفى محمد انه يلعب نفس الادوار الدفاعية ولا انت شايف لمصطفى محمد ادوار اخرى ولا انت شايف ان المصطفى محمد ما يبدأش بكر من الاساس بص الموقف اللي احنا فيه يمكن ان نلاعب فرقة غير السنغال كنت هقول لك ممكن نلاعب بزي ما اتفقنا انا وانت وامير قبل التصوير ان احنا ممكن نلعب بشادو سترايكر زي عمر مرموش ان هو يبقى متواجد في المكان ده ولكن فيه مشكلة كبيرة جدا يمكن مصطفى محمد احنا عارفين كلنا في مصر ان مصطفى محمد مميز في الكرات العرضية مميز ان هو بيحط الكرة تحت رجله بينقل فرقة الناحية التانية عنده بيعمل عمق هجومي بشكل كويس جدا ولكن انا اتصور ان مصر كروش محتاج مصطفى برضو زي ما انت قلت لمهام دفاعية اكتر منها القرات السابتة اللي علينا الدفاعية مصطفى محمد بيتماز ان هو بيناعب براسه كويس بطويل فجنبه عالي فهو اعتقد ان هو يعني مش هيغير حد غير مصطفى محمد بكرة المتواجد في التشكيل علشان الحاجات دي يمكن حتى القوار اللي تبقى جاية برضو من الشناوي هو بيشترك برضو بيعمل جامبه عالي كان ليه دور عام فكرة دور مهم جدا في الجول اللي جابته مصر في المبات الزهاب انه فكرة النونط وخادر مدافع معاه سابق كرة لا دوره دوره محوري يعني هو يعني منظومة تكتكيل اللي بيشتغل بيها ميسر كروش هو ترسط طويل مهم جدا من اللعيبة المتواجدة فما اعتقدش ان هو ممكن ينغير ويلعب بشادو سرايكر تاني فلا مصطفى محمد ان شاء الله بإذن الله يكون ليه دور وعلى فكرة يعني هو الكرة اللي تلعبت بالرأس الكرة عرضيها اللي لعبها أعتقد عمر جابر لما عمل أوفرلاب من وراء وتحرك تحرك بشكل كويس ولكن كانت ضعيفة مندي طبعا بيخشش في الحاجات دي طبعا أحسن الحارس في أفريقيا وفي العالم يعني فلا ان شاء الله بإذن الله مصطفى يكون ليه دور إن شاء الله دفاعي وهجومي بذكر بإذن الله أنا مسألة السؤال ده أقصد به أنه مرموش ممكن ما يبقاش ليه دور في البداية لأنك تستفيد من مصطفى محمد في الشهو الثاني لو أنت كمدرب بتحط سناريوهات وارد أن يخش في الجول وارد أنك يخش جول تاني وارد أنك تخرج من مناطق الدفاع لمناطق الهجومية فتبدأ تعمل كرات عالية أو كرات عرضية كتير فيبقى مصطفى محمد لو كان عديك ونزل يبقى نزل لك في ريش تقدر تستفيد منه في ظروف زي دي وتستفيد من مرموش سرعات مع تريزيجيه مع صلاح في الهجمات المرتدة في الشهو الثاني بص يا سيناريوهات أنت وكلمك أنا أتفق معك بس أنا شايف إحنا لو قعدنا الوقت نتكلم عن المباراة الطبيعي للمباراة هتلاقي فريتس سنغال نزل الشهو الثاني عايزة زي ما قلت لك عايزة تتعدل فهتلاقيهم عندك ضغط أنا محتاج مصطفى الشهو الثاني في وجهة نظري اللي أنت إزاي تطلع عليه خلي بالك أنت الشهو الثاني لو الضغط هتبدأ تلعب طويل فعندك مصطفى هيقدر يقف على الكورة ياخد فاولات هيبدأ يعني أي ضغط عليك مش هتطلع غير على صلاح أو غير على مصطفى وفي نقطة تانية حتى كابسودية كان بيتكلم فيها اللي مصطفى وجوده دفاعيا مهم جدا في الكورة السابقة يعني مصطفى النهاردة ما بيقف على مثلا لو أي كروس من الجنب أو فاول هتلاقي واقف أول واحد وهم مرسوسين صح فبيخلصك من حاجات كتير في الكورة عليه لو أنت السيناريو مش كده عمر مرموش لو احنا تكلمنا بقى ده اللي بقولك عليها كريم في بداية الكلامي اللي هتلاقي فرقة زغال بدأ يبقى فيه دفاع مفيش وقت فهيبدأ يبقى فيه مساحات من خلال الوقت ده أنا ممكن بقى أستغل لسرعات واحد زي عمر مرموش واحد زي صلاح واحد زي ترزيجيه أحمد سيد زيزو اللي انت هتلاقي مساحات كبيرة جدا لكن أنا في وجهة نظري اللي الراجل صعب يغير زي ما هو أنا أتطفق معاه خلي بالك هو بقلوق يعني الناس كلها قالت قولك مصطفى 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 لا مصطفى لعب كل ما تشط طبعا وعرفك عمل أدوار عظيم وعمل أدوار وخلي بالك طريقة اللعب برضه في ساعات وقق طريقة لعبة كريم ممكن النهاردة تساعدني وفي طريقة لعب ممكن ما تساعدنيش انت النهاردة عشان فرود انت مصطفى معروف عنه اللي هو راجل بيلعب بدماغه كويس بيحتاج كرصات كتير صحيح انت ما بتشتغلش من علجناب كتير انت بتشتغل كل الكلام اللي محمد صلاح يقطع ترزيجي يقطع عمر جابر عملها على مضد يني يعني فيه متربين في العالم كله يقولك ده الهدف بتاعي الهدف بتاعي مين محمد صلاح الهدف بتاعيEs اللي جاي من وقت اللي جاي من وقت لا يصبح decorative لعب الواحد بتجمع كله عشان تودي الصلاح فيه فرق تاني او فيه مدرب تاني يقولك لأ جمع لي اللعب كله عشان كود توصل العرضية مثلا بزبت لكن انا بقولك مصطفى بعمل أدوار دفاعية بيدافع كتير بيجري كتير وخلي بالك برضو انت النهار ده ما بتلعب فروت وعندك أدوار دفاعية عقبال مكورة جدي قدام أنا بابقى خلصان ايه بابقى خلصان دي لها العلام منها بصورة أنا بابتكر في سنة الاشتورة التانية أكتر منه الشوت الاول أنا بالنسبة لي الشوت الاول مش عايزة خلص مستوى حمد الشوت الاول بس أنا بقى أنا بختلف معك أنا بالنسبة لي لا الشوت الاولاني مهم جدا عشان أنا زي ما بقولك أي فرق أفريقية ما بتعملش النتيجة اللي هي عايزها بتلاقي برضو توطر وهتلاقي اندفاع وهتلاقي كده فأنا شايف اللي نلعب على السراعات الشوت التاني والشوت الاولي اللي نلعب على التنظيم وعلى زي ما بقولك لازم نبقى رزلين بكرة كريم في الملعب لازم نبقى رزلين شوفت احنا ما بنقعد نتكلم على الجزار وتونس وتضيق انت لازم تبقى كده ودي دي سماس سواع الكورة انت فاهم انت توقف الراجل اللي جاء راح يلعب فاول توقف قدامه ما تاخدش انزار ماولكش تاخد انزار عطل يبقى فيه زكاء الحاجات دي انت تكسر الرتم بالزبط كده لكن انا ما بقاش طيب نتيجة صفر صفر وجر اجيب الكورة بسرعة عشان نلعب ايه ده خالص انت الوقت همدهم بالزبط كده ايما همدونا بالزبط كده لسا مكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع جدا معركبات الكبار كابتن محمد صديق كابتن امير عزمي بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله موسيقى الله 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 مصيحة لي تخليك وارا منتخب مصر ما تشجعش العين بعينه كان له فيجو مهور تاني للمنتخب زي الزمان ماكيش حد اهم المنتخب على صعيد الجواني يا مركي خبني ووديني دول هم ناسي وخلاني وهم ضهري اللي حميني في الارض دي تاريخ اجدادي حظر وموصل بالماضي مليون حكاية وحكاية موسيقى يا عيني أحلى بلاد الدنيا بلادي أحلى بلاد ليلي يا لدي يا عنا بحقلكم مرة أخرى عايز أقول لكم إن كابتن أمير عزمي الدني دي هداية فأنا لازم لازم أسجل دي على الهوى بس عشان دي هداية عشان بكرة بكرة لما نكسب إن شاء الله هتدي له هداية أغلى حبيبة كابتن أمير طيب كابتن محمد دلوقتي الكلام على فكرة إنه إحنا الشوت الأول نطلع تعادل ويطلع تعادل سلب إن شاء الله وتبقى الأمور كويسة أنا كنت بقول النهاردة في المقدمة إنه لما تيتعب مع السينغال بتشكيلة كلها كلاس ايه في أوروبا مش تشكيلة مش تلعيبة مثلا في سي و بي سي و بي لا دول ايه تمام دول صفة أول فالناس دي وقدع الضغوط ما عندهش حاجة سماها إن المطش يخلص في أول شوت عندهم حاجة سماها إن المطش يخلص في ديئة أربعة وتسعين صحة يعني بالوقت المحتسب بقضاء الضغوط فكرة التركيز إزاي نحافظ عليهم إحنا برضو مكدبش عليك إحنا كل ما الوقت بيعدي مع عينا وإحنا من الفرج على المباراة نحس إلي إحنا وصلنا كاس العالم خلاص لا قد نلاحظ توقع عرضه لا اللعيبة نفسها بتبقى في الملعب ساعات ممكن تسرح تقول لك لأ خلاص الرابط مطش خلص ويفكر في مجموعته في كاس العالم طيب أنا هنضم للمنتخب في كاس العالم لا فممكن يتوهم إننا إزاي بيع اللعيبة تحافظ على التركيز هرجع برضو للنقطة اللي ألتلق عليها على المستوى الفردي زي ما احنا قلنا آآ اللعيبة على مستوى عالي جدا بيلعبه في يمكن من أول الحارس المرمى لغاية يمكن أشاهد أقل واحد اللي بكلفت لا مش بكلفت لا أقل نادي لا مش كلمش في النادي كلمك في كلاعيب ككواليتي يمكن المهاجم الصريح اللي هو ده يمكن ده أقل واحد فيه فده أعتقد أنه هو مش مش لعيب عالي قوي يعني وده بإذن الله اللي أتمنى اللي لعب بشهر التاني الشهر التاني ولعب برضو في نهاية أفريقيا اه مشتوا انه جسمه صغير اقول لك معلش بدون قطعك لما انت عارف اللي ديانج ده راح راح من فرقة في السنغال السنادي لسه أول مرة يحط رجليه في مارسيليا السنادي واغدينه من اكاديمية في السنغال اه 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 وجاب تمان تجوان وجاب تمان تجوان في مارسيليا في أول زهور لك لا لا ما هما ما شاء الله افريقيا غنية بالأساسيين والدكرة وما شاء الله بيروحوا بالبناش وبيعلموهم كده هنا الناشئ ببقى لعيب كويس ومميز يجي النادي يقول لك لا انا عايز اتنين مليون دولار ومليون دولار فبيطفشوا طبعا الناس ان هما يطلعوا لعيبها صغيرة يعني طيب مين بقى الاثنين السنتر باكس اللي يبدأوا بقره كلام ده السؤال الشهير دلوقتي في ماصر مين الاثنين اللي يبدأوا مفيش عبد الملعب مفيش الوانش وقابليهم مفيش حجازي مين الاثنين اللي يبدأوا بص هو الطبيعي لو تبص على علي جابر ورام ربيع الناس دي جت لظروف استثنائية محمود علاء كان عددكة في موراة السنغال فالطبيعي وآيمن أشرف فالطبيعي اللي اتنين دول كانوا اوبشن لقدر لقى انحصل حاجة للوانش كان هتروح لآيمن أشرف اللي هتروح لمحمود علاء صحيح فالسؤال بقى اللي بطرح انا بقى اسألك سؤال الوقت الناس النهاردة بتتكلم على علي جابر وعلى رامي ربيع اخطروا ليه طب افرد بكرة انت بدأت بعلي جابر او رامي ربيع طب السؤال بقى نرجع بالسؤال طب انت ماخدتهمش ليه المباراة الاولينية طالما ما انت النهاردة ما عندكش ثقة في محمود او في ايمن أشرف صحة ولا غلط لكن انا في وجهة نظري بكرة لا بص ايمن أشرف ظاهير اي صار بالضبط انا اتفق مع ايمن أشرف بس اقولك حاجة في الاسئلة دي عشان الاول انسألتين الاسئلة دي منطقية طبعا كلنا بنسألها بس الراجل ده ما بيردش على الاسئلة المنطقية توقع هو بيعمل اللي هو عايزه يعني انا شفت في اللحظة دي ظروف مبارا معينة ان علي جابرة هيبقى مناسب هلعبه مش هيفكر الناس هتقول عليه ايه والدليل عمر جابر الناس كلها سألت مع عمر كمان عبدالله واحد اللي كان بيلعب كسر عمر واحنا كلنا اتفاجئنا بعمر وامام عشور اللي لعب بعلمانية في النهاية فانا هلعب بالضبط وامام عشور كمان كمان فانا هلعب بعمر جابر عشان انا شفت انه عمر جابر مناسب دلوقتي فما اعتقدش ان ده هتشغله ما انا بقولك يعني ده انا بتكلمك يعني من دردش الوقت طبعا ده انا اعصد انه هو مش يحط ده في اعتباراته انا ستقول لي ايه انا متوقع هيلعب بعلي جابر انا متوقع هيلعب بعلي جابر اللي علي جابر برضو شغال كويس الفترة اللي فيتت عنده خبرة دولية لاب مع منتخب كاسا عالم الكور الطويلة عنده اللي بيلعب عنده الجنب كويس ويبقى افريقيا في الفين وطماته بالضبط فانا شايف مش هتطلع بين علي جابر علي جابر ومحمود علي لكن ايمن اشرف عشان احطه في الحتة دي مع الكور الطويلة مع بتاعه ايمن اشرف برضو من اللعبة كويسة جدا بس عنده اندفاع بالضبط ومحد وبيعمل متكالينج كتير في السيك سيار دا بالضبط كده فانا شايف اللي مش هتطلع غير من محمود يا اما مع ياسر علي جابر مع ياسر ليه علي جابر زي ما امير قال علي جابر لعب كاسا عالم لعب افريقيا سبعتاشر الفين وسبعتاشر بلعب مع بيرامس دايما في الدوري وبطولات افريقيا في الكونفادرالية وماشي كويس واعتقد ان هو طويل برضو يعني عنده طول كويس مع ياسر يقدر يتعامل مع الكورات السابتة اللي هارونا بيها المطش الاولاني سواء من اليمين ولا الشمال فاعتقد انه هو مميز جدا في القرارات العالية وده من ضمن اسباب الاستدعاء المنتخد هيروح الراجل بكرة مفاجهنا من العبر من ربيعة اصلا لا وما ما تستغربش انه ايمن اشرف كما ممكن يبدأ يعني انا بص انا شايف ايمن اشرف انا شايف ايمن اشرف ايمن اشرف جايبه كاحتياط الفتوح انا بس ليه بقول ايمن اشرف من الافكار الله اعلم انا بحاول اخش دماغ الراجل انه عايز مدافع برضو يخرج بالكورة ودايمن كلوش كالوش بيبقى عايز مدافع يخرج بالكورة البيئين يمكن ايمن شوية اللي عنده شوية انا انا ماشي انا عايز اطلع بالكورة بس انا هعمل ايه وانا مش معي الكورة انت فاهم قصد ايمن حايله هنطلع بالكورة تم انت هتتحط في مواقف هيبقى فيها اولا خلالك منظومته وتكتب بتاعه دفاعي مش هجومي وايمن وياسر برضو الطول مش عظل طول انت برضو خلي بالك عندك بكرة ومشكلة برضو اللي برضو انا شايف الاربع اللي ورا اللي موجودين حتة السرعات برضو عندهم يعني انا شايف الوينش يعني الناس بتكلم عن عب مينعم عب مينعم لعيب كويس جدا وقده شكله كويس قوي بس انا شايف الوينش مميز في الخامسة دي اللي هو عنده سرعات فبرضو رأى حتة المتخوفية بكرة سواء لو رامي او علي او ياسر او ايمن او محمود لأ انت محتاج بكرة يبقى فيه تنوع اللي واحد بلعب بدماجه كويس وقوي ده خلي بك ممكن محمود علاء تلاقيه في الملعب برضو في الاخر لو فيه موارد ان شاء الله بإذن الله لو الدنيا ماشي كويس معاه ممكن تلاقيه محمود علاء في الملعب وعلي وايمن وياسر لا ممكن يحصل والله انا اي حد يلعب بس ان شاء الله المهمة يا كريم بص احنا ممكن نتكلم على تشكيل والراجل يكون منظم كل حاجة بس في الفيلم ده كله حالة اللعيب اللي بتفرق يوم المطس فنتمنى بكرة اي حد يلعب وكل الناس حالي بلك كل اللعيبة هتلاقي مركزة وبالنسبة لهم ده حلم هيدي الاقصى والاقصى بالزبط كده يعني انت لو انت عندك تحفظ على لعب انه مش عارف كنلعب ماتش ايابل كده وحش ممكن يبقى بكرة نجم المباراة بالزبط كده بس زي ما بقول لك اهم حاجة التركيز مش عايزين برضو اللعيبة تبقى خلي بلك ساعات التركيز زيادة على لزوم بيلب للجن هم اي حد بكرة يلعب اهم حاجة يبقى كل الناس موفق يوم المطش ويبقى ان شاء الله يوم هم ويكونوا مركزين تعرف احنا حاجة كمان كريم ايه وجود ثلاثي يعني عدكة عملاق يعني حضري وشوقي وجمعة يعني جمعة مثلا يعني يلعب على اتود روكبة وهنري كموة يعني لعب وضيوف فهو لما ينقل للناس اللي هتلعب بكرة ويقعد معهم ويهديهم حتى لو هم عصبين لأ ممكن تفرق شوقي نفس الكلام الحضري مع الناوي لأ يعني التلاثة دول اليوم دور كبير جدا بكرة انا من وجهة نظري ومناسبة مندي كم مرة ودعي طبيعي يعني ادود مندي افضل حارس في العالم طبعا انا وقال لك انه محدش يجيب فيه اهداف غير محمد صلاح قلت احنا جيبنا ده احسن حارس في العالم احنا جيبنا في بوفون افضل حارس في التاريخ بمحمد خمس اول عب في الدولة المصري طب اقول لك على حاجة كمان اقول لك على حاجة كمان ربنا يكمل على خير انت النهاردة تسعين دقيقة وتلعب مية وعشرين دقيقة في الامة الافريقية مجابوش في الجون فانت برضو تقدر عندك لو دفعك مركز يعني فرقة السجنال اه تخوف وكل حاجة بنتكلم بس بيشتغله فاردي انت فرقيتك برضو الفرقة رغم اللي احنا بنتكلم عليها فرقة عظيمة بس انت مطشين مهارفوش يسجلوا فيك هدافو ان شاء الله بكرا يبقى برضو المطش التالب بإذن الله فاحنا متخوفين وفرقة كويسة وكل حاجة بس عايزين يبقى عندنا ثقة في لعبتنا عايزين يبقى كل الكلام ايجابي الفترة دي بالذات اللي 24 ساعة دول وان شاء الله ربنا يكرمهم بإذن الله انا حاسب يا كابتا محمد ان احنا بكرا ممكن نسجل هدف حلو بكرة ثابتة مش كلها متحركة لو انتوا لاحظتوا ان المباراة الاولى احنا الكرات الثابتة عندهم حاجة وحشة الثابتة للدفاعي عن فكرة ياسر كان هاجيب جون ومصطفى ياسر ابراهيم كان هاجيب جون للشاطها دي يعني برضو من كورة الثابتة انا استغربت انا كورات الثابتة بتاعتنا هيتختر عليهم من كورات بتاعتهم هم كانوا كتير طبعا يمكن امير عارف القصة دي تكتكيا عندهم مشاكل عندهم مشاكل في كورات الثابتة سواء المتحركة او بكرا ماتش اختف وجري اختف وجري انا بقى لايهمني اداء ايوص الناس بكرا هتبقى بتقولك ان احنا نلعب بقى كورة حلوة ايوالا كورة حلوة ولا كورة وحشة اختف وجري وان شاء الله تقعد المباراة لحد التعالي انت عرف انا مطمين زي ما انت قلت انه احنا مدخلش فينا اهداف في المباراة فحتى اند احنا ليه مابورين في السنغال ما احنا ايدينا نحافظ على البول لا وبعدين انت معلش برضو محترمنا المغرب اللي هي بنسبة 70-80% وصلت كاس عالم انت كاسبان المغرب كاسبان كودي بوار وصلت النهاية مع السنغال بطل التفريقية يعني برضو احنا عاملين نتايك كويسة طب نقطة المغرب دي احسألك فيها على حاجة هي فكرة انه الناس كتير تقولك طيب احنا بكرا حافظنا على التعادل او سجلنا هدف كل دي سيناريوات ايجابية فيه سيناريوات سلبية ان يخش في كدف ويخش في كدف تاني الناس سألي انا من فكرة بقى الخروج للهجوم احنا مندفع كويس بس هلا هنعرف نخرج لجوم ما تبيعش نفسك ما تبيعش نفسك يعني انت اه هتهاجم وهتحول تهاجم وكل حاجة وهم هيدفعوا هيتحول بس مهم اللي انا بقى ما هاجم عشان اعوض وانا مش عايزين طبعا لقدر الله ما ينفعش اللي انا اهاجم برضو يعني انت لقدر الله دخل فيك جون انت برضو ليك فرص في المباراة فما ينفعش بالضبط ما ينفعش اللي انا بقى ابدأ اطير وابدأ الدنيا لأ برضو يبقى لازم فيه ثبات وراء وفيه تركيز وراء والناس تشتغل بالخبرات المدرب ومحمد صلاح برضو وجوده في المرعب وهم اكيد حاطت يعني اهو مطميني ايه مباراة المغرب في كاس الامم انت دخل فيك هدف وعوضت به هدف ايه وروحت هاجمت جامعة وهاجمت كويس وكنت بتغيزن يعني كانش نزفها لا يا راجل خلي بالك يا كريم برضو عنده خبرات كبيرة جدا سواء في ايران جنوب افريقيا اربع مرات رحكة الناس لا يعني عنده خبرات كبيرة واكيد مليون في المية اه او احنا لما كنا بنلعب او اي مدرب بيبقى حاطة المتغيرات دي خلي بالك ان يحصل في اول ديئة سنريات المباراة اه يحصل في يدخل في في الجنف اول ديئة فدي طبعا بحب اسجل النتائجانة لا ان شاء الله باذن الله ما يخشش فينا باذن الله وتعدي اول ربع ساعة يمكن امير قالك خمسة اواربين ديئة يعني اتمنى ان اول تلت ساعة تعدي في هدوء وبتركيز ونقاط ايجابية ان شاء الله ان شاء الله باذن الله صفر صفر واحد 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 ثابت وبس ع كينه جايبة من كنترول واحد 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 ونحكلمك على هوا بكرة تمام انا انا جنبك انا اه انا احتفل مع بعض ان شاء الله باذن بس انا بس عايزين انت اخليبك احنا يعني طبعا انا انسيت اقول كل سنة والشعب المصري طيب بمناسبة شهر رمضان خلاص اهو يا رب فنتمنى بقى اللي احنا نخش على رمضان يبقى الناس بقى مبسوطة والدينة تبقى زال فل اه بس اه يعني ان شاء الله نبقى مبسوطين بعد التنظيم بصراحة الاكتر من الرائع اللي اتعمل في مباراة الاولى لأ يعني حاجة تشرب بصراحة يعني كل الشكر المسؤولين المتحدة تذكرتي الناس كلها بصراحة يعني عملوا مش اقولك انجاز لان دي يعني ها دي مصر يعني الحاجات الجميلة دي والجماهير لا كان جاو بصراحة جاو جميل جدا مش 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 افوارة ولا حاجة والله والله ما افوارة سوف انا نبقى العادي يعني بقى انا فترة في موضوع تنظيم الابنتات الكبيرة دي ما شاء الله يعني حاجة تشرف تشرفنا قدام العالم كله يعني كابتن محمد شرفت ونورت كالعادة يعني وان شاء الله بإذن الله يرجعوا منصورين مكبورين ان شاء الله ونروحك كالعالم ان شاء الله كابتن عبير دائما مبسوط والله وانت معادي حبيبها كابتن عبير اشوفك على خير لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل محمد عبد الروهاي ومحمود ابو الروكا نتكلم معهم اكتر عن مواجهة هذه المواجهة هذه المواجهة الكبيرة بين مصر والسنغير خليكم معنا بعد الفاصل نواصل ان شاء الله